دعا رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الليبي جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حيال التدخلات التركية في الشأن الليبي مشيرا إلى التصريحات الأخيرة للرئيس التركي والتي أوضحت دورة تركية في الأحداث الجارية في ليبيا في الفترة الراهنة هناك تدخلات من الجانب التركي في الشؤون العربية وأخيرا وليس مؤخرا الموقف التركي من الأحداث في ليبيا والتصريحات التي أدل بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوله أن تركيا لن تسكت على ما يحدث في ليبيا حتى لا تتحول إلى سوريا جديدة بمعنى أنه يريد التدخل العسكري في ليبيا لصالح بعض القوى أو القوى المتطرفة التي تدعمها تركيا وقطر وتعاني ليبيا منذ التوصل لاتفاق السخيرات عام 2015 انقساما حدا في مؤسسات الدولة فهناك مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر والذي يسيطر على شرق ليبيا وهناك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والذي يسيطر على غربي البلاد ومؤخرا شهدت ليبيا تصعيدا عسكريا بين الطرفين على العاصمة ترابولس الدول العربية تريد حلا للأزمة في ليبيا وبسط الأمن بشكل عام دون تدخل مع قوة ضد قوة ودون تدخل مع الجماعات الإرهابية وجماعات المتطرفة ما يهم الدول العربية هو القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في بعض المناطق في ليبيا ويدعو الموقف العربي من خلال الجامعة العربية جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والحوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية وإنهاء حالة الانقسام السياسي بما يفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية ومواجهة انتشار التطرف والتنظيمات الإرهابية وتؤكد الجامعة العربية على دعم وحدة وسيادة ليبيا ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها لقناة الإخبارية أسامة عبد المقصود ترجمة نانسي قنقر